السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال حديثنا موصولا عن أل التعريفية وأقسامها وأنواعها فنتحدث اليوم عن القسم الثاني بعد أن تحدثنا عن أل في القسم الأول تحدثنا عن أل التعريفية العهدية اليوم نتحدث عن أل الاستغراقية وهي الداخلة تعريفها هي أل الداخلة على واحد من جنس بعينه لإفادة استغراق كل الجنس وشموله كله تدخل على كلمة من جنس نوع لتدل على إفادة الاستغراق وشمول الجنس كله ولها علامة توضحها وتبين أن هذه لاستغراق الجنس كله وليس فردا واحدا منه وهو صحة وقوع كل موقعها أن يحل محلها يصح لغة ومأمن أن نضع كل محل أل نحو قولك الإنسان مفكر الإنسان مفكر لو حذفنا أل ووضعنا كل إنسان مفكر يصير المعنى صحيح فأل هنا لاستغراق الجنس لماذا قلت لهذه الكلمة لأن لو حذفنا أل ووضعنا مكانها كلمة كل يصح المعنى ومن ذلك قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب فكلمة الإنسان هنا دخلت لعيها للاستغراق جنس الإنسان يبقى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا الاستغراق الجنس بدليل الاستثناء لأن المستثناء لابد أن يكون أقل أفراد من المستثناء منه كيف يعني نقول مثلا لو حذفنا أل وقلنا إن كل الإنسان لفي خسر سكتنا ما ينفعش ولكن لو قلنا إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثنين الذين آمنوا من جنس الإنسان اللي هو في بداية الآية اللي هي كلمة إنسان فالمستثناء دائما أقل من المستثناء منه فأل هنا لاستغراق الجنس فلو حذفنا وقلنا إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا لا صح المعنى فأل هنا استغراقية تعريفية مدخول أل لاستغراقية يكون لفظه معرفة تجري عليه أحكام المعرفة في كما تقدم أول باب العالم وأما معناه فهو معنى النكرة يبقى هو يعمل معاملة المعرفة في الإعراب وغيره ولكن معناه معناه معنى النكرة المسبوقة بلفظ كل لأنه يدل على الشمول وليس على فرد واحد يدل على استغراق وشمول جميع بني جنسه وليس فردا واحدا فهو يعامل على اللفظ بأنه معرفة ولكن معناه يدل على أنه نكرة لأنه يدل على العموم وليس على التحديد القسم الثالث من أقسام أل التعريفية وليست أل الزائدة لأن أل الزائدة لها أقسام أخرى سنتحدث عنها في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى النوع الثالث هو أل التي للحقيقة وهي التي تدخل على لفظ الجنس لبيان حقيقته الذاتية القائمة في الذهن دون التعرض لأفراده يعني هم ولا تخلفها تفرقها عن السابقة لستغراق الجنس لا يصح أن تدخل وتحل محلها أل ومدخولها في حكم علام الجنس نوضح من رأخ التي للحقيقة تدخل على لفظ من جنس بعينه جنس معين لتبين حقيقة هذا الفرد الذاتي دون أن تشمل جميع بني جنسه ولا يصح علامتها لا يصح دخول كل مكان أل في هذه الكلمة فهي في حكم علام الجنس الذي تشمل بني جنسه كقولك مثلا الرجل خير من المرأة بهذه الطريقة حقيقة الرجل أل هنا بمعنى حقيقة أل تعريفية المعنى الحقيقة حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة وليس كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء هذه معنى أل لبيان الحقيقة أي الحقيقة على العموم على العموم كما قلنا في حكم علام الجنس أفضل مثلا الله يعني قد يكون فضل الله سبحانه وتعالى قد فضل بعضكم على بعض فهنا التدل على تفضيل العموم أي الجنس كامل أو حقيقة الرجل كامل عن حقيقة المرأة وليس كل فرد فقد تكون من النساء من هم أفضل من بعض الرجال هذا لا يمانع عقلا أي أن حقيقة الرجل وجنسه من حقيقة المرأة وجنسه دون النظر إلى الأفراد فقد يوجد في النساء من هي خير من بعض الرجال ويوجد ووجد وما زال وسيكون كذلك ومن ذلك قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من حقيقة الماء لا على العموم ولا على جنس الماء كل شيء حي وبذلك نكون انتهينا من أقسام التعريفية سواء كان عهدية أم لبين الحقيقة أم لاستغراق الجنس نكمل الحديث عن الغير التعريفية في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى